السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بداية يا رابع كل عام وأنتم بألف خير اليوم رح تكون إن شاء الله آخر حصة إنا بفصلة هاي السنة يعني هاي كم نكون بهاي الحصة ختمنا المادة كاملة يا رابع اليوم الأحد التاريخ 26.04.2020 الحصة الثاني الصف الرابع المادة الحاسوب اسم الوحدة وحدة الانترنت ودرسنا اليوم هو البحث في الانترنت نستذكر مع بعض يا رابع احنا شو اخدنا الحصة الماضي اخدنا الحصة الماضي تعريف المتصفح متصفح انترنت قلنا هو برنامج من خلال عرض صفحات الانترنت وقلنا احنا كيف الخطوات اللي نفتح فيها ذلك المتصفح هاي start all programs آخر اشي انترنت اكسبلولر أو الجوغل كروم حسب المتصفح اللي احنا نشتغل عليه طب انا هلأ فتحت المتصفح بدي ابحث عن معلومة انا بديها مش انا هدفي منهم بدي عشان ابحث عن اي معلومة لازم اني انا ادخل احدى المواقع المتخصصة بالبحث يعني انا بدي ادور مثلا معلومات عن الكرة الارضية مش اني بعد ما ادخل خلص start all program على الانترنت اكسبلولر او جوغل كروم انا هيك لا لازم اخذ احنا عنوان الموقع لازم بعنوان الموقع ادخل على احدى المواقع المتخصصة بالبحث منسميها هاي المواقع محركات البحث اذا المواقع المتخصصة بعمليات البحث منسميها محركات البحث اشهر تلك المحركات يا رابع الغوغل والياهو اذا بعيد هي مواقع متخصصة بعمليات البحث الغوغل والياهو رح نشوفيها رابع مع بعض الجانب العملي اللي هي كيفية استخراج او كيفية ايجاد معلومة من خلال احدى محركات البحث اللي اخدناه مقولنا محركات البحث ولازم تركزني هي مواقع متل الجوغل متل اياهو تبكنا من عملية البحث انا هون بالمثال فتحت على موقع جوغل طبعا كيف فتحت عليه من خلال شريط عنوان الموقع اللي اخدناه الحصة الماضية كتبت في www.google.com اعطاني موقع جوغل انا بدي ابحث عن معلومة على الكرة الارضية فكتبت هون الكرة الارضية رح يأطيك عدة معلومات وعدة مواقع تحتوي على المعلومات على الكرة الارضية انت بتختار اللي بدك ايها نفرد ان انا هينلاحظ نفرد ان انا اخترت هذا الموقع بدي عن الكرة الارضية بشكل عام بعملها copy بدي انا لتلك المعلومات يا رابع وين دا نقولها على برنامج الورد هاي المعلومات هي معروضة هي معروضة على تلك الموقع انا عشان استخدمها بدي نقولها على برنامج الورد فاول اشي ظللت تلك النص اللي انا بدي اياه ظللته بعدين ضغطت على زر الفار الايمن واخترت امر copy بعدين رحت على برنامج معالج النصوص الورد كبسة يمية بزر الفار الايمن واختمر امر paste بلسق طبعا اعطانا بعض النص انت ما بدي اياه ما في مشكلة ما اعمل له حذف منضلله زي اي نص انا بظلل هذا النص يا رابع بغير في حجم الخط بغير مثلا لون الخط اي تنصيق انت بنسبك اذا خطوات ناقل ذلك النص من احدى تلك المواقع لبرنامج الورد انا بظلل ذلك النص يا رابع بختار امر copy بفتخه لبرنامج الورد بخطواته المعروف عنا start all programs microsoft office microsoft office word بعمل كبس يمين بزر الفار الايمن واختار امر لسق paste لهون انا انا نقلت تلك المعلومات بدي ارجع افتخه على ذلك الموقع وبدي اخذ منه صورة بدي اخزن صورة بضغط يا رابع على الصورة وبختار save image ره يطلع عندي صندوق حوار انا بحدد file name هو اسم الصورة انا بدي انا بسميها الكرة الارضية بعدين بحدد انا وين بدي اياها تظهر نفرد انا بدي اتظهر في ذلك الملف تخزن انا هيك بكون نزلت الصورة نزلت على جهازي واحنا اخذنا يا رابع كيف ان انا استخدمها في برنامج الورد مثلا بروع على قائمة ادراج وبختار امر ايش بيكشر صورة مضبوط ره يطلع عندي صندوق الحوار بختار انا وين خزنتها بحط على ادراج وطلعت عندي الصورة مدرجة الى برنامج الورد احيانا يا رابع بنلاقي الشكل المؤشر عنا تغير صار من الشكل المؤشر السهم الى شكل اليد نشوف ايش معناته هدو الحكي مثلا عندي هذا الموقع شفت كلمة المجموعة الشمسية شو صار شكل مؤشر ع شكل اليد وهذا معناته انه فيه هناك ارتباط لذلك النص بجرد ما اضغط عليه رح يعطين له صفحة جديدة عشان انا نحظين فيها نص اخر بالتفصيل وتحط اشياء يعني يا رابع علامة شكل اليد لهون انا بادر احكي لكم يعطيكم ألف عافية ما يكون ختمنا مادة الحاسوب باذن الله تعالى يعطيكم ألف عافية شكرا شكرا شكرا